القضاء الفرنسي يحكم بغرامة مالية قدرها ألف يورو مع وقف التنفيذ على المواطن البريطاني روبرت لاوري الجندي السابق في القوات البريطانية بتهمة محاولة تهريب بهار الطفل الأفغاني ذات الأربعة أعوام من العمر من منطقة كاليف شمال فرنسا إلى بريطانيا بطلب من والدها المتواجد معها في مخيم لاجئين بغرض إيصالها إلى أقارب لها في أنجلترا روبرت لاوري قال بعد خروجه من المحكمة سأقول لكم ما يلي شيء واحد فقط التعاطف هو الذي حكم اليوم وفرنسا بعثت برسالة مفادها أن التعاطف هو الذي ينتصر فرنسا بلد إنساني وتتمنى أفضل التمنيات لهؤلاء اللاجئين الذين لم تنصفهم وسائل الإعلام التي أوجزتهم في صور شباب يحاول تسلق القطارات والشاحنات وما عليكم أن تفعلونه يا شباب هو البدء في نقل الحقائق وأن تكشفوا للعالم معاناة هؤلاء الأطفال في هذه المخيمات الذين سيموتون خلال فصل الشتاء الجاري في حال لم نساعدهم نحن كأمة أوروبية الآن الطفلة الأفغانية ما زالت تعيش برفقة والدها في مخيم اللاجئين في منطقة كالي وروبرت لوري كان يواجه حكما بالسجن لمدة خمسة أعوام وغرم بقيمة 30 ألف يورو لكن القضاء رأف به ترجمة نانسي قنقر